موسيقى حلي وألبسة تقليدية أواني وزرابي من مختلف مناطق الجزائر تحضر هنا لتزين أجنحة الصالون الدولي للسياحة والأصفار في طبعته الثانية والعشرين منتجات تقليدية توارثتها أنامل الحرفيين الجزائريين جيلا بعد جيل لتصبح عامل جذب للسياحة المحلية والأجنبية قدموا هذا الصنع بأيدينا أبلامة ريال كوننا عند جدودنا من نسبة لي أنا علمها لي أبويا أبويا علمها لي جدي وماشي ألحاها ضروري نحافظوا على هذا الزيد نخلوه للأجيال القادمة ويقعرف المنطقة ويخليها لها جلب سياحي السائح يتبهر لها الناس كيف يفشرهم محافظة على التراث انتحها محافظة على التقاليد محافظة على الزيد تقليدي انتحها الترويج للحرف والصناعات التقليدية إحدى دعامات ترقية السياحة بالجزائر من خلال التعريف بالحرفيين وأعمالهم خلال الرحالات السياحية نموذج تسعى إلى تجسيده بعض الوكالات السياحية بالجزائر لازم نعاونو الأختيزان اللي راوي يعطيهم جهود كبير كما نختار الفاتجونة سياحين من فرنسا ديناهم وين كاين صناعات تقليدية ديناهم كلاو محكولات تقليدية تانية في دون دي ميزون دوتو سي ديناهم الأيدياني شراو دي بيجو ويتو التوريزم يجو بزاف عندنا يطمون ديو بزاف الكوراي حاجة تقليدية حاجة شغال مقدومة باليد حاجة أخدمها أنا أرتيزة باليد اسمين الموروث الثقافي الذي تصغر به ولايتنا ومن أجل تعريف به سواء المتعاملين المحليين أو حتى المتعاملين من خارج الوطن الصالون الدولي للسياحة والأصفار الذي احتضنه قصر المعارض على مدار أربعة أيام عرف إلى جانب الفضاء المخصص لمنتجات الصناعة التقليدية تنظيم ورشات نشطها حرفيون سمحت للزوار باكتشاف الثراء الثقافي للجزائر القرى